موسيقى على الرغم من أن معظم دول العالم لم تحرس سوى تقدما ضئيلا ومعدوما في البعض الآخر في معالجة الفساد فأن أكثر من ثلثي البلدان سجلت أقل من خمسين درجة على مؤشر مدركات الفساد في عام 2021 وفيما تبدو الصورة قاتمة عن حالة الفساد في أغلب أنحاء العالم إلا أنها في دول الخليج لم تكن بأحسن حال حيث تفاوتت جهود دول الخليج في محاربة الفساد نجحت دول وفشلت أخرى وتباينت المراتب الخليجية على مؤشر الفساد الصادر مؤخرا عن منظمة الشفافية الدولية فهل تتجه دول الخليج لتحقيق العدالة وزيادة الشفافية وهل الخليج أمام حربا على الفساد أم أقصاء للخصوم في الحكم وما هي الخسائر التي تدفعها كل دولة نتيجة انتشار الفساد أسئلة سوف نجيب عليها مع ضيوف سعود الرئيس الكاتب الصحفي من الرياض ودكتور عبدالله الخاطر الباحث السياسي والاقتصادي من الدوحة وعلي الأحمد مدير معهد شؤون الخليج في واشنطن أهلا بكم قبل البدء في الحديث متابع أين تقف دول الخليج على مؤشرات الشفافية ومدركات الفساد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر في البداية دكتور عبدالله الخاطر ما هو مفهوم الفساد وفقا لما تسعى الدول إليه في محاربته وعن أي فساد خليجي نتحدث بالنسبة الحقيقة لمعظم المتابعين المعظم من هو ذو علاقة الفساد يعني عدم الالتزام بالقانون عدم الانتزام بالإدراءات عدم الانتزام بما هو متعارف عليه على المستوى الإدرائي ومستوى طبعا المشاريع مستوى المؤسسات وعمل المؤسسات والمال العام طبعا خليجيا المفروض أنه مفهوم الفساد يعني لا يتجز مفهوم الفساد ولا الحقيقة التعاون معه إما في المنطقة أو في أي بلد من البلدان مثل ما قلنا إذا تعريف يعني الملخص وبسيط اللي هو عدم الالتزام بالجانب التشريعي عدم الالتزام بالقانون عدم الالتزام بالمتعارف عليه ولذلك هذا يحدث على المستوى العالم من المستوى الإقليمي أو المستوى المحلي نعم أستاذ سعود يعني لماذا يعد هذا التباين بين دول الخليج برأيك على مقياس الشفافية الدولية في مجال المقارنة بينها وبين دول أوروبا مثلا يعني نعم تحية لك كل ضيوف الكرام طبعا لا شك أنه نتحدث نحن بالنسبة للدول الأوروبية الوضع مختلف طبعا بالنسبة للمنطقة الخليج تحديدا هي منطقة مثل ما نعلم يعني تعتبر حديثة جدا بمقياس الدول الأوروبية لكن في المقابل اليوم ما نجده الحقيقة من جهود في منطقة الخليج جميعها بدون استثناء أنا أعتقد أنه يعني تمكنوا من التقدم كثيرا على دول سبقتهم في محيطهم على الأقل أنا نتحدث الآن عن أوروبا وأمريكا لكن الجهود التي بذلت والعمل الذي يتم الآن نشاهده اليوم على الطبيعة لا شك أنه دفع هذه الدول حقيقة إلى مقدمة مؤشرات الشفافية ومكافحة الفساد ووضعها اليوم على قمة العالم العربي فهذا بلا شك يعني نحن نتحدث عن التجربة الجديدة نتحدث عن إصرار هنا نعم أستاذ سعود يعني أستاذ سعود بعض الدول الخليجية استحدثت قوانين جديدة لمكافحة الفساد هل ترى بأنها تأخرت في استحداث هذه القوانين يعني كل دولة لها ظروفها بلا شك يعني طبعا أخوان من الدول الخليجية هم أقدر على تحدث عن دولهم لكن أنا أعتقد أن المنطقة لازالت تسير وبقوة الحقيقة لمعالجة جميع قضاياها سواء من ناحية الفساد أو من أي جوانب أخرى لكن أنا لا أعتبرها أنها تأخرت بمعنى التأخير المتعمد هناك يعني كان أولويات هناك كان أشكاليات النمو الذي شهدته هذه الدول أفرز العديد من قنوات الفساد فبالتالي هو تطور تلقائج مع تطور دول المنطقة وتطور أنظمات نعم السادة علي الأحمد يعني ما مدى فعالية قوانين مكافحة الفساد في الخليج لتجعلها مستقرة في الترتيب المتقدم في مثل هذا المؤشر الدولي المؤشرات الدولية ليست دليلة على محاربة الفساد لأنها المعايير تختلف ومثلا عندما يقوم ملك سعودي بإعطاء مثلا قطعة أرض بحجم مليون متر لا يعتبرها مؤشرات الفساد الأوروبية فسادا ولكنه هو فساد وهنا المشكلة المشكلة الفسادي هو يرتبط تعريب الفساد هو الحقيقة هو يرتبط بموضوع المال العام ومن له حق التصرف إذا كان مالا عاما لا يجوز أن تقوم الحكومة بإعطاء هذا المال لصديق أو قريب أو أفرد من أفراد العائلة مثلا لدينا في السعودية المال المخصصات التي يحصل عليها الأمراء هذه تعتبرها من الفساد المؤشر الأوروبي لا يعتبرها فسادا ولكن أستاذ علي توقفت المخصصات منذ سنوات نعم إذا توقفت المخصصات هل تم استرجاع ما قدم خلال 60 سنة هذا هو الفساد المال هو مال عام وله صيانة ولا زال الوضع لم يتم تصحيحه عدم تصحيح الفساد لو افترضنا أنه تم إيقاف هذه المخصصات نعم سنتوسع في هذه النقاط لاحقا ولكن ضمن الجهود التي تبدلها دول الخليج لمحاربة الفساد الحكومي أو الإداري تستمر الانتقادات من قبل منظمات حقوقية دولية لإجراءات هذه الدول وآليتها في محاربة الفساد لنتابع التقرير إن الفساد فعل إجرامي لا أخلاقي وخيانة للأمان المستودع من الشعب هذا مصرح به الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني قوتيراش في بيان له بشأن الفساد وفي خطوة نادرة ضد مسؤول رفيع المستوى في دولة خليجية أعلنت دولة قطر عن اعتقالها وزير المالية علي شريف العمادي على خلفية الاشتباه بتورطه بقضايا فساد وسوء استغلال سلطته إذ لم يسبق أن حدثت اعتقالات بحق مسؤولين كبار في قضايا فساد في قطر لكن هذا المشهد تكرر في السعودية بشكل أوسع عام 2017 عند إعلان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بمحاربة الفساد بيد من حديد من أن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أي من كان لم ينجو سواء عزير أو أمير أو أي أحد يتوفر على العدلة الكافية سوف يحاسب منظمات حقوقية عبرت عن مخاوفها من أن تكون الحملة مجرد غطاء للتخلص من الخصوم تمهيدا لتسليم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مقاليد الحكم إذ صرحت هيومن رايتس ووتش بأن الإصلاحات الاجتماعية المهمة التي نفذت تحت حكم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ترافقت مع تشديد القمع وممارسات مسيئة تهدف إلى إسكاة المعارضين والمتقدين لسياسته وعلى المستوى المؤسسات والإداري شهدت الإمارات أكبر قضية فساد بتاريخها عام 2020 وصل الحال بإعلان بنوك إماراتية عن انكشاف أكثر من ملياري دولار على مجموعة أن أم سي مخالفات أن أم سي المالية ظهرت للسطح عندما شككت شركة مودي ووترز الأمريكية المتخصصة في العمل بآلية البيع على المكشوف في بياناتها المالية عام 2020 حينها ردت المجموعة أن تقرير مودي ووترز خاطئ ومضلل في حين تبين وقوع عملية احتيال وهروب خارج البلاد بقيمة 6.6 مليار دولار من قبل مالك أنامسي وفي عام 2020 كشفت البحرين عن 64 قضية فساد وإحالتها للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني وفي عام 2019 رصدت سلطنة عمان 212 ملفا في مكافحة الفساد ضمن مساعي الدولة لإنهاء الفساد بعهد السلطان الجديد وفي تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي بيّن أن الكويتيين هم أكثر من ذكر الواسطة بين شعوب الخليج كشرط مسبق للحصول على وظيفة والمحسوبيات متوغلة أيضا في القطاع النفطي وكذلك في التوزيع غير القانون للأراضي الزراعية التابعة للدولة وفي عام 2020 هزت الكويت أكبر قضية فساد لمشاهير وسائل التواصل الاجتماعي في الكويت بتهمة غسيل الأموال ويبقى التساؤل مطروحا هل تسعى الحكومات الخليجية إلى القضاء على الفساد أم أنها تحارب الخصوم السياسيين هنا أتوجه بالسؤال الذي طرحناه في التقرير هل تسعى الحكومات الخليجية إلى القضاء على الفساد أم أنها تحارب الخصوم السياسيين تحت مسميات متعددة أستاذ سعود السؤال لك نعم نتحدث عن خصوم السياسيين طبعا هذا الحديث انتشر في فترة قام بنشره الحقيقة أشخاص مأجورين اعتمدت عليه بعض المنظمات والهيئات واتخذته كشعارا اليوم نتحدث نحن عن من هو في السلطة وبالتالي لا أعلم كيف سيواجه الخصوم هو بجميع الأحوال في السلطة نتحدث اليوم عن من هو في السلطة ويشرع ويقوم بتنفيذ هذه التشريعات وفق القوانين الدولية عملية الخصوم أنا لا أعتقد يعني مثلما يحاول أن يفسرها البعض بأنه هناك خصوم اليوم جميع دول الخليج الحقيقة وهذه من نعم رب العالمين يعني لا أعتقد أنه هناك خصوم سياسيين المتواجدين في الخارج أشخاص جزء من الفساد باعوا أوطانهم وباعوا أنفسهم وباعوا أعراضهم وذهبوا لتقاضوا أموالا من دول أخرى ويشتموا في بلدهم ويروجون عليها لكن هل هناك خصوم في الخليج أنا لا أرى الحقيقة الشعوب هنا دعيني أتواج نقطة مهمة هنا أن الشعوب في هذه المنطقة تحديدا في منطقة الخليج عندما بنت دول هذه المنطقة بنتها كتفا بكتف مع القيادة الموجودة اليوم سواء في جميع دول المنطقة عندما نتحدث دعيني نتحدث عن العالم العربي العالم العربي الحقيقة لم يقوم أي من قادته ببناء دولهم الاستعمار هو من بنات تلك الدول وبالتالي عندما نتحدث عن خصوم هناك قد تكون هناك الأحزام قد تكون هناك الأشخاص سأنتقل أستاذ شعود أستاذ علي الأحمد أستاذ علي الأحمد هل الخصوم هم من يتواجدون في الخارج وهل جميعهم خونا؟ يعني يشوف اللغة الإنسانية يعني كل إنان بما فيه ينضح الحديث الحديث عن الأعراض هذا شيء يعكس خلفية الإنسان ووضعه الشخصي بس الفساد أنا كتبت قبل سنتين عن قصر هنا قريب مني من بيتي بـ 14 مليون دولار تم شراءه كاش من قبل خالد بن سلمان وهو كان سؤالي محدد أستاذ علي حتى أعود لدي سؤال أخر لك نعم هذا المال من أين؟ الموضوع مش موضوع علي الأحمد وفلان هذا حقيقة أمامنا يعني شاهدناها وصورناها كيف تفسر ذلك؟ شاب عمره 28 سنة منعين له 14 مليون كاش فالفكرة أنه عندما تسلط الضوء على الفساد سواء كان في شراء قصر في فرنسا أو شراء قصر في واشنطن وغيرها يعني أمثلة ربما بالآلاف هذا لمصلحة الناس إذن نستاذ علي كيف تفسر عملية الإيقافات التي قامت بها بعض الدول الخليجية إيقافات لكبار الشخصيات هل هي محاربة للفساد أم تصفية للخصوم؟ هي شيئين هي شيئين يعني عندما نقول أنه ليس الاسترجاع مئة مليار دولار كما قيل هو يعني يتعتبره شيئين أنه يحارب الفساد ولكن ما النية من وراء ذلك أن تحارب فاسدا لا يعني أنك أنت لا استفاسدا أو أنك لا تريد تصفية خصومك والخصوم في السياسة شيء طبيعي ليس هناك دولة لا فيها خصومات سياسية ليس هناك يوتوبيا أو مدينة فاضلة هذا شيء طبيعي يكون خصومي نعم نعلم أنه محمد بن سلمان ومحمد بن نايف خصوم سياسي هذا شيء طبيعي ومفروض لا يكون في حرج الحديث عنه ولكن نعم تم محاربة الفساد فيه جزء بدعوة محاربة الفساد صدقا أحيانا وأحيانا بغرض تصفية خصوم هذا شيء طبيعي في السياسة وليس بدعا في الحياة سأنتقل إلى أستاذ عبدالله الخاطر إذا تحدثنا عن موضوع تصفية الخصوم فتح خبر اعتقال وزير المالية القطري علي شريف العمادي مؤخرا بسبب مزعم فساد مالي الباب مجددا لخروج بعض المسطور في الفساد بدول الخليج ما الأسباب التي تدفع مثل هؤلاء المسؤولين لمد اليد للمال العام وأيضا هناك حديث إثار بأن العمادي ربما يشكل خطر ما على السلطة فتمت عملية اتهامه بالفساد مرحبا الحقيقة بدي أتحدث عن مفهوم الفساد ومحاربة الفساد محاربة الفساد تأتي الحقيقة من سيادة القانون سيادة القانون تأتي أيضا من فصل السلطات فالسلطة التشريعية ثم السلطة التنفيذية ثم السلطة القضائية استقلالية السلطة القضائية هي التي تمكد من محاربة الفساد يعني في غياب فصل السلطات يصبح الحديث كما تفضلت الحقيقة الفساد جزئي الفساد احتكار المعلومة الفساد التواطف الأسواق الفساد يعني ليس فقط مالي اختلاف مالي فقط الفساد كبير لا لا يعني أنت بس كونك تعرف معلومات مسبقة عن مشاريع وتذهب وتشتري الأراضي ومن ثم تتربح التربح من خلال المنصب العام بأي شكل من الأشكال أو الاحتكار أو طبعا المال العام ولكن مثل ما قلنا كل الحديث عن محاربة الفساد في غياب الفصل السلطات يظل محاولات لكن استاذ عبدالله اجراءات جزئية يعني إذا ما في آلية لمحاربة الفساد إذا ما في مؤسسات قائمة لمحاربة الفساد إذا ما في مؤسسات مستقلة يبقى الفساد يصبح يعني عمل واجتهادات شخصية وهذا مشكور عليها طبعا الجميع لكن بدون وجود استاذ عبدالله سأنتقل في هذا سياق نعم سأنتقل استاذ سعود الرئيس يعني تهم مثل الأضرار بالمال العام استغلال الوظيفة والسلطة ألا تبدو رادعا لكل مسؤول يفترب تمتعه بملاءة مالية مناسبة يعني دعونا هنا نتحدث بشكل أوضح أو أعمق قليلا يعني عندما نتحدث عن فساد اليوم الفساد له ألوان مختلفة الحقيقة نحن نتحدث فقط عن صرقة 20 مليار أو 10 مليار أو 5 مليار نتحدث عن حقيقة طائفة كبيرة من الأشياء المؤثرة التي ممكن أن تؤثر على الاقتصاد استغلال النفوذ العام لتبديد المال العام هذه جميع الحقيقة تدخل تندرج تحتها أبواب كثيرة فالآن عندما يساء استخدام السلطة بشكل أو بآخر قد يكون عفويا نحن لا نعلم اليوم عندما أعطي صورة اليوم السعودي عندما خرج سمو ولي العهد أمير محمد بن سلمان وتحدث عن الفساد ليس كما ذكر ضيفك 100 مليار تحدث أنه خلال كان على مدى 30 عاما الماضية يعني يكبد الميزانية السعودية من 5 إلى 15% عندما نتحدث عن هذه الآن قد يكون هناك أنا أعرف أشخاص تورطوا في فساد لكن الحقيقة بشكل متباين ولا يمكن أن نقيص أن الفساد خلاص نضع أمامه أن الرجل هذا سرق وهد الدولة لا 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 يمكن بشكل هذا وعندما يتحدث عن ضيوفك أنه شراء قصر 14 مليون أنا يعني هناك في شوارع أوروبا وأمريكا تشاهدين شباب 17 سنة و18 سنة يقودون سيارات بتسعة مليون دولار وبخمسة مليون دولار ساعات بستة مليون دولار هل جميع مفاسدين يعني عملية إلقاء هذه التهم فقط ومحاولة تسويق أفكار مريضة الحقيقة لا يمكن عندما تواجهيها بالحقائق التي على الأرض تم تحقيقه اليوم من إنجازات في المملكة العربية السعودية لا يمكن لأحد أن ينكره اليوم السعودية قفزت إلى المركز سبعة مراكز في عام 2019 في مؤشر الفساد الدول الخليج نتحدث عن الدول من ضمن الخمسين دولة في أعلى مؤشرات مكافأة الفساد جميعها الحقيقة هذه إنجازات تحسب للدولة أما عملية البحث عن إيجاد أي أعذار أو أي تفسيرات فقط لمجرد تشويه ما يتم عمله الحقيقة السعودية هلقته خلف ظهرها وهذه التفسير اليوم نعم سنتوقف إلى فاصل ونناقش بعده ما هي آلية كل دولة في مكافحتها للفساد وما هي الخسائر التي تدفعها كل دولة نتيجة انتشار الفساد أرجو أن تبقوا معنا أهلا بكم من جديد في تقرير لمؤسسة كابيتل إيكونوميكس لعام 2020 تحدث أن الفساد في الخليج ينخر بكافة قطاعاته وأن السعودية تتصدر دول الخليج من حيث عدد قضايا الفساد والأموال المنهوبة وصل حجم الفساد في السعودية إلى 180 مليار دولار خلال 5 سنوات في وقت بلغت خسائر الإمارات 90 مليار دولار أمريكي أراحب بضيف النائب البرلماني السابق عبدالله الكندري الذي انضم إلينا من الكويت أستاذ عبدالله وفق هذه الأرقام المعلنة ما دور الرقابة الشعبية في تعزيز الشفافية وحماية المال العام من شبح الفساد الذي يلتهم موجودات وحقوق أجيال وطنية في دول الخليج دون وجه حق طبعا أنا التصور أن خاصة أزمة كوفيد 19 هي ليست مجرد أزمة صحية واقتصادية ولكن هي كشفت المستور كما يقال وضغت على الساحة الآن الخليجية نتحدث عن قضايا فساد مليارية الدولارات بالأمس القريب كان هناك تصريح من قبل الادعاء العام السعودي حول تحصيل المملكة العربية السعودية من المبالغ التي تم تحصيلها من التعدي على المال العام ما يقارب 800 مليار قبل يومين والآن قبل فترة هناك تقرير بأن هناك تجاوزات خلال خمس سنوات في المملكة العربية السعودية يصل إلى 180 مليار بينما الإمارات 90 مليار بينما الكويت كذلك هناك مليارات خاصة بعد ما تم إثارته من قبل ابن الأمين الراحل رحمة الله عليه الشيخ ناصر صباح الأحمد حول تجاوز عدد من أبناء الأسرة الحاكمة على المال العام وتم إحالتهم إلى القضاء في هذا الجانب هناك قوانين صادرة إلا أنها تفتقد حتى هذه اللحظة إلى تطوير هذه القوانين وملاحقة المتهمين اليوم في الخليج على سبيل المثال عندنا خلال الخمس سنوات السابقة وفق بعض التقارير التي صددت من لندن بأن هناك ما يقارب 320 مليار مبالغ مالية مفقودة ويتم ملاحقة فيها المتهمين وقبل قليل تفضلتي بأن هناك وزير في دولة قطر وكذلك المسؤولين وأمراه في المملكة العربية السعودية وكذلك أبناء الأسرة الحاكمة في الكويت نعم أستاذ عبد الله أنت تحدثت عن نقطة مهمة سأطرحها كسؤال على أستاذ سعود لماذا لا تتم محاكمة من يتم إيقافهم بتهم الفساد لماذا لا تكون محاكمتهم علنية خاصة أنهم اختلسوا من المال العام بالنسبة للمملكة كانت هناك جهود لحقيقة واضحة في عملية إعطاء الدعم الكامل لهيئة الرقابة والفساد تم دمج هيئة الرقابة والتحقيق مع المباحث الإدارية ومنح الصلاحيات لهيئة الرقابة أنا أعتقد أنه كان واضح أيضا في الكلام الذي خرج وتم نشره أنه الأشخاص المتهمين مثل ما شاهدنا جميعا حقيقة كان هناك مفاوضات معهم لإعادة المبالغ التي ثبتت عليهم عملية محاكمتهم المحاكمات ستكون محاكمات متخصصة الآن أنا الحقيقة يهمني أن يعود المال العام أكثر من أن هذا الشخص من أو كيف قام بها هذه مسؤولية الدولة اليوم كيف تتعامل مع هذا الجانب أما أن آتي مثلا وأطالب الكويت اليوم أعطيني التفاصيل اعتقال مسؤول عندك أنا أعتقد أن هذا كلام الحقيقة لا يرتقي كل دولة لها أنظمتها ولها قوانينها لسنا بحاجة لمن اليوم المملكة العربية السعودية اليوم تسير في وفق منظور واضح وجلي لا ننتظر الحقيقة من أحد أن يأتي لينظر علينا أو ليزيد علينا فيما نقوم به نعم وضحت الفكرة أنت قللك أستاذ علي وفق الأرقام المعلنة تتصدر السعودية دول الخليج من حيث عدد قضايا الفساد والأموال المنهوبة هل التركيبة السكانية والكثافة السكانية في السعودية لها علاقة بهذا التصدر حجم الدولة بالتأكيد لها تأثير ولكن ننتحدث هو فساد أن لا تنشر ما يحصل للفاسدين القضاء في الإسلام قضاء علني ما في قضاء سري فهذا شأن عام هذا ليس شأن خاص بين أخوين مثلا فيجب عدم إظهار تفاصيل عصول على هذه الأموال واسترجاعها ومحاكمة هؤلاء لا يعقل أن يذهب شاب إلى السجن ثمان سنوات لأنه خرج في تظاهرة بينما من سرق ثمانين مليار ريال مثلا لا يدخل ريتس كارلتون ويتم استرجاعها من دون أي شيء من دون حصول أي سجن أو معاقبة في الصين يعدمون هؤلاء فالفكرة أنه السعودية المشكلة في الفساد إنها من الأعلى أنا عملت إحصائية قبل أدس سنوات عن مدخولات النفط من عام سبعين إلى سنة ألفين ومعان ميزانية السعودية وكان هناك تقريبا مدخولات النفطية كانت تقارب ضعفي الميزانية السعودية الفارق ما بين مدخولات النفط والميزانية أين اختفر لدينا مؤشرات ودي بعض المعلومات حول أنه العائلة السعودية الحاكمة موجوداتها ووصولها في الخارج خصوصا تعادل تريليونين دولار هذه الأموال لم يحصلوا عليها من عملهم في مكدانلد أو من الفلاحة هذه تم سرقتها من المال العام استرجاعها شيء جيد بالتأكيد ولكن أيضا يجب محاسبة من سرق لأن عندما سرقت هذه الأموال لم يتم بناء مدرسة في بلدي وأنا ذهبت إلى مدارس في منازل مثلا والمدارس لدينا لم يتم تحويلها إلى مدارس رسمية وبنايات على الأسس المقبولة لحد الآن نعم سأنتقل إلى سأنتقل عبد الله الخاطر في الصورة الكلية للفساد في الخليج فأنه يقدر خلال خمسة أعوام بـ 320 مليار دولار يعني رقم ضخم ومهول يعني هل يلقل أن يتجى إلى جيوب أفراد أو ما خفية كان أعظم خليني الصراحة نكمل لأنه نحن جزئنا الموضوع لدرجة أعتقد نفقد الرؤية فيه بالنسبة للفساد والقدرة على محاسبة الفساد الارتجالية في محاسبة الفساد لها نفس الحقيقة الأثر الذي سبب الفساد عدم الحس بالعدل والعدالة داخل المجتمع لأنه إذا كان هناك ثقافة أصلاً وصلتنا كمجتمع خليجي لهذا إذن هل يعاقب بعض من قاموا بالفساد ولا يعاقب الآخرين وليس هناك شفافية وليس هناك مؤسسات وليس هناك أيضاً آليات للبحث والتقصي والعمل وتقديمهم لمحاكمات واضحة وشفافة للجميع لذلك الحقيقة إذا كان 300 مليار ولا مليارين ولا غيرها لا فائدة من الحديث هذا دون الرجوع لوضع معايير وأطر واضحة وتكون هناك أيضاً خطوات واضحة من قبل الدول وخاصة دول الخليج في كون لديك مجالس منتخبة قادرة على أنها تتابع مواضيع الفساد لديك أيضاً سيادة قانون لديك أيضاً قانون مستقل وقضاء مستقل قادرين على المتابعة وجود أيضاً نظم نظم ما زالت مناطقنا الحقيقة تعاني من نظم الحوافز اللي أصلاً تشجع على مثل هذا الفساد ومثل ما قلنا الفساد من الأراضي إلى التعاملات إلى أسواق المال إلى أيضاً احتكار كل هذا أصلاً يجي احتكار السلطة والتجارة عدد التضارب في المصالح كل هذا يحتاج إلى مراجعة أساسية ووضع أسس لمجتمعاتنا للقيام دورها والحديث أنه مجتمعاتنا الآن تحارب وبلغت مستوى وتقارب هذا كله الحقيقة يعني يجافي الواقع بدون وجود مؤسسات مؤسسات وفصل للسلطات ليس هناك إلا في السلطة أصلاً نعم أستاذ عبد الله الكندري أستاذ عبد الله الخاطر تحدث بأن هذه المحاكمات مجرد بما معناه محاكمات نسمع بها ولا نراها يعني هل هي محاكمات سورية أو هل هي اتهامات لمجرد الاتهام وتصفية الخصوم؟ اليوم هناك محاكمات جزائية جنائية معرضين فيها وزراء آخرين وهناك أحكام أصلاً صدرت ضد لأول مرة في تاريخ الكويت ضد وزير الصحة السابق بتهمة الاختلاص والتجاؤز على المال العام وهناك مسؤولين وشيوخ إنجاز التعبوى وأبناء من الأسرة اليوم موجودين داخل الزنزانة يحاكمون فإذاً هناك محاكمات حقيقية في هذا الجانب ولكن اللي تفضل فيه الأخ الخاطر بأنه نؤكد على جزئتين الجزئية الأولى ضرورة أن يكون هناك للمجتمع المدني دور في هذا الموضوع وضرورة أن يكون هناك إعلان للمحاكمات التي يتم عرضها لا يوجد شيء نخبيه إذا كان هناك فعلاً محاكمات حقيقية والأمر الآخر تعزيز الديمغراطية في هذا الجانب وأنا أحب أضيف كذلك لتفضلتي ما هي تطهير الخصوم قد يكون الخصوم في يوم الأيام هم ناس أبناء من الأسرة ناس من الأشيوخ لهم طموح ولكن اليوم تم إحالتهم إلى النيابة العامة ووفق الإجراءات المتبعة في الكويت سواء محكمة الوزراء أو محكمة الجنايات العادية هذا جانب الجانب اللي أهم منه اليوم نتحدث في جزئية مهمة ألا وهي أن يجب أن يكون هناك جدية لدى الحكومة في محاسبة وليست انتقائية ألا يكون هناك انتقائية أو تباين في تطبيق القانون غير معقول أن يتم محاسبة شخص على إحالته إلى تجاوز علمان العام بمبالغ بسيطة بينما آخرين القطط السمينة يتم تركها في هذا الجانب والجانب الأهم من هذا كل اليوم نعم وضحت الفكرة أستاذ عبد الله أستاذ سعود إلى أي مدى تبدو دول الخليج جادة في مساعيها لتحقيق القضاء على الفساد بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد نعم يعني أنا طبعا بعض ما ذكر من القبل الأخوان قد أجده قد يتماشى والبعض الآخر الحقيقة أنا هناك أولويات أجدها أنا أعتقد ستحدث عن مملكة عربية السعودية لا أعلام الحقيقة عن قطر إذا كان هناك داعي لمؤسسات أهلية وما ذكره الضيف لكن بالنسبة للمملكة عربية السعودية اليوم التوجه لمحاربة الفساد الحقيقة يحظى بدعم شعبي كبير هناك تواصل بين المواطنين وبين حتى هيئة الرقابة هيئة الرقابة يعني من يقيم في الخارج ويستخدم تلفونات شبكات إيرانية وغيرها لا يعنينا كثيرا لكن أتحدث هنا عن السعودية اليوم تأتي للمواطنين رسائل تحتهم على الإبلاغ المواطنين بقمة تفاعلهم لإبلاغ عن أي عملية مشبوهة أو أي مسؤول طبعا لا بد هنا المراعاة عندما نتحدث عن الفساد لا يمكن لأي شكوى أن تأتي ويتم ضبط الشخص وتحقيق معه وسجنه وعمل محاكمة لا بد هناك لا شك أن هناك قضايا كيدية لا شك أن هناك قضايا قد تكون فيها شبهة وبالتالي الجهات الرسمية هنا حريصة على أن يكون عملها منصبا على ما تم الحقيقة ما عرقل الحقيقة النمو المملكة ومشاريع المملكة على مدى الثلاثين عاما الماضية هناك حرص اليوم على استعادة الأموال الضائعة هناك حرص للتصدي لأي فرصة للتلعب اليوم لا يمكن لأي مسؤول سعودي اليوم أن يخرج أن يفكر ليس فقط مسؤول حقيقة سواء كان رجل أعمال يعني الطائفة كبيرة كانت غطت شرائح المجتمع بأكملها سواء كان رجال أمن سواء كانوا عسكريين سواء كانوا أمرة سواء كانوا مواطنين رجال أعمال تجار أين كانوا أوافدين سنتوقف أستاذ سعود إلى فاصل نعم أستاذ سعود سنتوقف إلى فاصل ونناقش بعده هل سياسة الحكومات الخليجية في محاربة الفساد هي إنشاء هيئات للرقابة ومن سيكون عليها رقيب أهلا بكم من جديد بالاستمرار فيما بدأنا في حديثنا سابقا هل تسعى دول الخليج للقضاء على الفساد بكافة أشكاله أم أن الحكومات قد تستهدف الخصوم والمعارضين السياسيين سوف أنتقل لبعض التغريدات التي رصدناها حول ردود الفاعل عن نهج الخليج في محاربة الفساد المحلل السياسي عبدالله الشاعر غرد قائلا نظام قطر يبيع المخلصين له في أول فرصة والدور على الباقي اللهم لا شمعت أما السفير الكويت السابق سليمان المرجان عدوى مكافحة الفساد بين الدول الخليج عدوى حميدة أما راشد المري غرد القاء القبض على علي شريف العمادي لم تصير في تاريخ قطر وأعتقد هذا الإجراء تمهيدا لمحاسبة من هو أكبر منه والمطالبة دوليا باسترجاع الأموال منهم في الخارج وأما التشير بقضيته مثله مثل من سبقوه من المسؤولين والمواطنين من قبله شهر فيهم على أبسط من قضيته الأكاديمي العماني دكتور حيدر بن علي اللواتي غرد معظم مشاكل الأوطان تنتهي في الأخير إلى سبب واحد وهو الفساد الفساد في اختيار المسؤولين وفي التعيين وفي الأحلال والتوظيف في التقطيط والتنفيذ في المتابعة والمراقبة وفي المحاسبة استاذ الكندري إلى أي درجة أن معظم مشاكل الأوطان تنتهي في الأخير إلى سبب واحد وهو الفساد بكل تأكد بأن تحاول الحكومات الخليجية بالأخص بتعزيز ثقتها وأمام الجمهور وأمام شعبها بحالة المسؤولين إلى الفساد وهذه التغارير يجب حتى يكون هناك ثقة متبادلة بين الطرفين الحكومة والشعب يجب أن يتم حالة جميع المتورطين في قضايا الفساد إلى الجهات المعنية واليوم نتحدث نعم أستاذ عبدالله قبل أن تنضم نعم أستاذ عبدالله الكدري قبل أن تنضم إلينا تحدثت عن استحداث قوانين في الخليج هل عجز القوانين السابقة كانت سبب لتوغل الفساد في كل مفاصل الأجهزة في الخليج أنا أعطيتش مثال واحد كان هناك عندنا ما يسمى في الإداعات المليونية في الكويت في البداية الألفية واثنعش وثلاثة عش وتم تحالة هذا الأمر إلى النيابة العامة وتم حفظ البلاغ لعدم وجود قانون فيها فإذن هناك يجب أن يكون هناك قوانين جدية أكثر فاعلية في محاسبة المسؤولين لعل في الآونة الأخيرة وخاصة أعيد وكر بالنسبة لأزمة كوفيد ظهرت بأن هناك نقص تشريعي كبير في دول الخليج كلها ليس فقط الكويت نعم بضرورة ملاحقة المتهمين وحتى لا يكون وهذا المهم حتى لا يشعر المواطن في شيء مهم أن لا يكون هناك تمايز في تطبيق القانون أختار فلان وحيلة وصفي ويترك فلان يأخذ راحته ويعبث في الأرض فسادا هذا الأمر جدا مهم وحتى تعزز الحكومات كذلك من ثقة أمام شعوبها يجب أن يكون هناك محاسبة المخالفين وأن تكون هناك دائما نؤكد على قاعدة شرعية وقاعدة قانونية وقاعدة أخلاقية لدى الشعوب الخليج كلها أن يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب غير هذا الكلام نحن نتمادى في الفساد سأنتقل لأستاذ عبدالله الخاطر أحد التغريدات ذكرت هذه أول مرة تحدث في قطر عملية إيقاف لشخص من كبار المسؤولين السؤال لماذا هذا التوقيت تحديدا أعتقد واضح قطر وضعت الحقيقة نصب عينها أنه يجد الانتقال إلى الحالة المؤسسية وبداية واضح هناك مجلس شورى رح يكون منتخب هناك أيضا عمل كبير من أجل محاربة الفساد هذه الحقيقة تضع أيضا بكل وضوح الوضع أمام المجتمع ككل لأنه الفساد غير مقبول وعلى أعلى المستويات وأيضا تم وضع درجة من الشفافية أما بالنسبة للمحاكمات فأعتقد مع المحاكمات ومع طبعا تبيان ظروف وما تم حتى الآن رح يبدأ طبعا يخرج هناك أيضا رفع للحصانة بالنسبة لكبار المسؤولين أمام المجتمع وأمام طبعا مجلس الشورى ولذلك بدأنا في خطوات مهمة وأساسية ولذلك أيضا إذا دول الخليج تعتبر نفسها دول مؤسسية لابد من وجود مؤسسات للمتابعة أما الارتجالية أما الارتجالية في المحاربة حسب ما رأينا حتى الآن حقيقة مشكورين على الجانب هذا ولكن دون وجود آلياته دون وجود مؤسسات ودون وجود جهات رقابية مستقلة تظل عملية محاربة الفساد ارتجالية نعم وضحت الفكرة أستاذ عبد الله أستاذ علي الأحمد على مدى التاريخ في الخليج هناك حصانة لكبار الشخصيات حصانة مجتمعية وأيضا من قبل الأنظمة في دولهم ما الذي حدث هذه الفترة وجعلهم يحاسبون كباقي أشاب ما أعتقد أنه حصل تغيير مهم يعني هناك عملية بسيطة أو جانبية هامشية المشكلة عندما يكون الأمر أمر الدولة بيد فئة أو بيد فرد يقرر هو هذا فساد والوضع هذا لازل قائم في كل دول الخليج وخصوصا لدينا حتى لو أتيتي بالنبي ووضعته في هذا المنصب هو من الفساد المشكلة أن البلد هذه ملك للناس يجب أن يكون هناك دور شعبي ودور الشعبي هو يأتي عبر الانتخاب واختيار ممثلين وإنشاء هيئات شعبية إذا كان واحد يحارب الفساد هو مثل اللص الكبير الذي يحارب بقية اللصوص لا فرق هنا المشكلة تكمن في أن النظام وشكل النظام يعتمد على استئثار فئة عواء الحاكمة وأفراد في هذه العواء الحاكمة بمقدرات وقرارات البلد لهذا السبب لدينا استاذ علي الأحمد استأذنك للعودة لموضوع التغريدات استأذنك للعودة لموضوع التغريدات حساب باسم العديد نشر الفيديو للإعلامي علي دشتي خلينا نشوف الفيديو ليش التعينات الاكسبايرد هذه ليش ليش المنتهية الصلاحية شخص خلاص خمسين ستين سنة قاعد بمنصب يتنقل بالمناصب الحكومية كافي يعطيك العافية استريح عط مجال حق الشباب عط مجال حق الكفاءات عط مجال حق الدكاترة خريجين الجامعات العريقة اللي قاعدين فرص خارج الكويت بيقولون بنقعد بالديرة ما أقول لكم روح بعيد شوفوا لي أوروبا وأمريكا والدول المتقدمة والمتطورة أو رئيس وزراء شاب بيش حالاته راكب قالي ويدير نعم ضيفنا سعود الرئيس علق عن لقاء الأمير محمد بن سلمان قائلا تعودنا أو عودنا من القادة عندما يخرجون يسعون لتسويق أنفسهم وليحافظوا على كراسيهم أما الأمير محمد بن سلمان عندما يخرج فهو يسوق لبلده ويؤكد منهجها ويشد من أزر مواطني ذلك هو السر في عظمة ولي العهد لماذا يعول السعوديون كثيرا على ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خاصة في ملف مكافحة الفساد نعم الحقيقة السعوديون اليوم على ثقة لأنه ما تحدث به ما وعد به الأمير محمد بن سلمان عند توليه المنصب جميعها تحققت على أرض الواقع وما لم يتحقق يتلمسه المواطن اليوم وبقربه وبالتالي هناك ثقة مطلقة اليوم لأن الرجل يعد ويفي بما يقول لا يتكلم ومثل ما ذكر التغريدة لا يسوق نفسه فليسوق بلاده اليوم دعيني يتحدث بصراحة أكثر اليوم جميع الأصلحات التي شهدتها السعودية ومن ضمنها طبعا مكافحة الفساد المنظمات الخارجية تقاريرها أنا أعتبرها أنا لا أثق فيها الحقيقة لأن معظمها مسيس وهناك عقليات مثل ضيفك الذي يشكك حتى في أن يقود الأنبياء الرسالة أرجو عدم تعدي أحدكم على الآخر ولكن هناك تساؤل من البعض يعني ما الذي يعني الأموال التي تم استردادها في حملة مكافحة الفساد أستاذ سكينة خليني تفضل أستاذ سكينة اسمحيلي عندما كان وفي السعودية كان الحديث والاتهامات أن الحكومة تتغاضعا حسنا عندما بدأ التصدي للفساد بات الحديث الآن عن عملية إزاحة من السلطة عندما بدأت توجيه الاتهامات واستعادة الأموال بدأنا الآن نريد أن نسمع نريد أن نسمع أين ذهبت الأموال الذي تم استعادتها هناك شفافية تحدث فيها ولي العهد السعودي وقال أن الأموال ذهبت إلى وزارة المالية وأن هناك أصول سيتم تسجيلها وأيضا ستذهب إلى موقعها صحيح من أين خرجت تلك الأموال ستعود هذا هو الأصل أنا أرى وأعتقد أن دون مجلس التعاون اليوم تفضل جهودا كبيرة ويجب أن يتم دعمها لا أن يتم الحقيقة فرض تقارير مسيسة من الخارج تهدف للضغط على دول المجلس ولإضعافها ولهز الثقة وعمل شرخ بين المواطنيها وبين قيادتهم لكن أنا أتحدث اليوم عن مملكة العربية السعودية التقارير هذه لا قيمة لها لدى أي سعودي أنا أقولها بالفم المليان ولا يتم النظر إليها السعودية على تواصل مع الجهات المنظمات الدولية الجديرة بالثقة وبالتالي هي تقدم ما لديها والمنظمات تلك موجودة السعودية لديها أجهزة متكاملة سواء لمحاربة الفساد سواء لحقوق الإنسان سواء للقضاء جميعها مستقل لا يخضع لأي ضغط من أي أحد من أي سلطة في الدولة هذا طبعا هذا أنا ما أقوله وأنا أدركه جيدا ويدركه مثل كل سعودي لا أقوله لرفع الشعارات فقط وللتسويق سأنتقل أستاذ علي الأحمد أستاذ علي الأحمد هل لديك أي تعليق باختصار إذا سمحت اختصار أقول بدل ما تضيع وقت تجيب مرايا كيري شوف موضوع مترو الرياض اللي المفروض كان ينتهي ويكون عاملا 2018 هذا هو الوقع خلوا نكون صريحين لا نجمل ونسوق ونعبد ناس فقط لأنهم لديهم السلطة الإنسان اليوم عندك في بلد صحراوي تبوك غرقت قبل أسابيع جدة أنا كتبت عن فيضانات جدة قبل 11 سنة والمشكلة لازلت قائمة الشوارع الطرق يعني هذا كل من الفساد لحد الآن الرؤية التي طرحها محمد بن سلمان لم ينفذ منها سواء قصور ملكية في خريبة على رؤوس الناس هناك الحقيقة أنه كل ما كان يعني السياسي أو المفكر السياسي عندما قال أن الاستبداد أو أنه السلطة المطلقة مفسر مطلقة هنا المعضلة في كل دول الخليج وليس فقط في السعودية إذا لم يكن للشعب دور واضح مو مؤسسات يعينها الحاكم لتشرب على حقوق الإنسان الناس هم من يقومون بذلك الناس أحرص منك على حقوق أستاذ علي أستاذ علي إذا أن الناس يقرروا ما يريدون مؤسسات مكافحة الفساد يجب أن يؤسسها مواطنون تندرخل الدولة مؤسسات الحقوق الإنسان وتعيين أن يكون كل حكام المناطق من عائلة واحدة هذا من الفساد فنتكلم بكل صراحة يجب أن نتحدث أن الفساد يضر كل من هو يعيش في البلد من الفساد عدم السماح للناس باختيار من يحكمهم الفساد أستاذ علي سأنتقل إلى أستاذ عبد الله الكندري المسؤولين يراقبون من قبل الهيئات المختصة بمراقبة الفساد هذه الهيئات أيضا معينة من السلطات العليا أين الشفافية وأين المصداقية في عمل هذه الهيئات طبعا نحن عندنا بالكويت على سبيل المثال ديوان المحاسبة لا أداء رائع في الكويت بحالة وكتابة التقارير حول التجاوزات المالية يبقى دور الوزير هو حالة هذا التقارير إلى النيابة من عدمه الآن إذا أريد أن أشكك في كل من يتم تعيينه هذا يعني هذه مشكلة كبيرة ولكن نقول اليوم يجب أن يكون للتكتلات الشعبية والإرادة الشعبية صوت في هذا الشأن بمعنى أنا أدعو اليوم في كل دول الخليج لا يتم فقط أن يكون هناك مجتمع مدني وجهات معنية في متابعة وكشف مسلسل الفساد ولا ننتظر من المسؤولين أن يتحدثون عن الفساد اليوم أغلب أصلا من يتحدث عن الفساد من المسؤولين في الدولة اليوم عندنا كانوا ناس يتحدثون بمحاربة الفساد اليوم خلف القطبان الآن جاء دور الشعب نفسه أن يكون هناك تكتل شعبي في كل دولة خليجية بعيدة عن أي تصنيف آخر بإثارة مواضيع الفساد ويتم التدقيق فيها من قبل الرقابة الموجودة في كل دولة على حده ومن جانب آخر أنا أحب أؤكد هي التغارير الأجنبية قد تكون بعض الأحيان موجهة ولكن نعتبرها كالرواية الإسرائيلية لا تصدقها ولا تكذبها ولكن على السلطة أن تحقق فيها نعم أستاذ عبدالله الكندري عدرا على مقاطعتك ولكن انتهى لدينا الوقت في ختام حلقتنا أشكر ضيوفي النائب البرلماني السابق عبدالله الكندري كنت معنا من الكويت ومن واشنطن علي الأحمد ومدير معهد شؤون الخليج ومن الرياضة سعود الرئيس الكاتب الصحفي وأشكر الدكتور عبدالله الخاطر الباحث السياسي كنت معنا من الدوحة وشكر لكم مشاهدين على طيب المشاهدة ونلقاكم لسبوع المقبل على خير اشتركوا في القناة